موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين متابعينا ومتابعي قناة المصلية الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الطبيب والناس مثل كل مرة يعني يريد أخوان نازمنا أنا الأطباء اللي يرغبون بالمشاركة في تقديم حلقة مفيدة للمجتمع والمشاهد أبواب البرنامج مفتوحة للجميع يشرفونه في أي وقت نتفق على موضوع كل من حسب اختصاصه هو الطبيب هو اللي يحدد الموضوع اللي يختاره نحاول نقضي على الكثير من المفاهيم والعادات الخاطئة في علاج العديد من الأمراض نحن نشوفه كثير من الناس يجونا يعني علاجاتهم كلها علاجات خاطئة مع عدل علاجات أسلوب العلاج أصلا خاطئ يعني نوشع الأطفال عايت أذون كثير من أهاليهم بعلاجات خاطئة وكذلك حتى الكبار في السن أنه يوجد بعض المفاهيم وبعض العادات الموروثة الصحيحة نحن نمشي معاها ولكن العادات الخاطئة نحن المفروض نحاول نصلحها نعمل نحو الأفضل حتى نتجنب المضاعفات اللي ممكن تحدث عدل الأطفال أو عدل مريض نفسهم موضوعنا لهذا اليوم موضوع كثير من الناس يعني كن صار في أحد أفراد العائلة أو صديق أو يعني كن استمعت بينه اللي هو التهاب العصب السابع التهاب العصب السابع أو بالعام يسموه أبو اللوي أو إن عاوجتهم يعني التسميات حسب المكان اللي يعني المنطقة كل منطقة تسميه العفو بشكل فالتهاب العصب السابع هو عصب العصب السابع هو أصلا هو عصب يطلع من المخ يجي إلى أسفل الأذن مباشرة ويسمى بالعصب الوجهي أو العصب القحفي السابع يعني هو يطلع من الدماغ يجي يفوت من تحت الأذن ويجي يزود يعني الوجه مثلا عندنا العصب من اليمين يجي وعندنا من اليسار فهذا يجي يزود العضلات اللي موجودة بالوجه العين الخد الشفة العليا السفلة يزود قسم من الغدد الغدد الدمعية والغدد الموجودة أسفل اللسان الغدد اللعابية يعني هو عصب قلنا يطلع من المخ يجي يفوت تحت الأذن ويجي يطلع من هاي المكان تحت الغدد النكافية ويتفرع إلى عدة أفرع يزود بها هاي المنطقة من الوجه يمين واليسار زين هو شنو وظيفته هو العصب بيعصب حسي وبيعصب حركي يعني بيعلياف عضل يعني تزود للحركة وألياف للإحساس يعني نحن هاي العضلات اللي نحركها أكو أعصاب تشدة فإذا صار هذا العصب يعني يسح نثمنا هاشكل من عدل أكو أعصاب عدت تسحب يعني الفم بتوازن والعين كذلك فهذا يعني اليمين يسحب وليسار يسحب فهذا إذا صار به ما أكو تزويد عن طريق العصب رح ترتخل العضلات كلها فتبدي من أعلى الوجه إلى تنزل إلى الفم فأش يصير قوم العين تهدل الجفن مالتها ما تغمض الشفة تقوم تهدل الثم يقوم ينعوج لأنه هذا رح يرتخي زين يقوم العصب السابع مثل ما ذكرنا بالعديد من الوظائف الحركية والحسية منها التحكم في عضلات الوجه وإغلاق العينين فضل عنه ويتحكم في بعض الغدد مثل الغدد الدمعية والغدد الموجودة أسفل اللسان طبعا يؤدي إذا صار عندنا شلل بالعصب السابع رح يصير عندنا شلل بالوجه بنصف الوجه أو ممكن يصير عندنا شلل بالوجه كامل بحيث يكون يعني يتدحق علينا ثم أعواج العين مفتوحة رح نجع على أعراض مالتها عدم القدرة في تحكم في عضلات الوجه يعني يقوم من يحكي أو من يأكل يعني حتى السين وصف الثقيل التهاب العصب السابع ليش يصير يصير لأنه يصير حدوث ضعف شديد مفاجئة في عضلات الوجه من جهة واحدة نتجهة الشلل المؤقت للعصب السابع عادة ما تظهر الأعراض ممكن الأعراض تظهر عندنا تطلع فجأة وتزداد سوء خلال 48 ساعة يعني حين نغشع المريض ينام يقعد ثم ممكن ينعوج أو جفل أو خاف أو صار عنده قسم من الأمراض بحيث أنه أول من يقعد المريض ثم أعواج عينه ما يتقل يسد أو يكون عيرول فهذه الأعراض ممكن تظهر فجأة عند المريض من الممكن أن يشعر بعض الأشخاص بألم خلف الإذن بيوم أو يومين هناك قسم من الأشخاص ممكن يشعرون بألم قبل بيوم أو يومين ألم خلف الإذن يحس أنه من يغيد يحكي الحكي مالته يكون يعني ما طبيعي يحس أنه يكون ثقل بثمه ثقل بالسينه يغيد يأكل يحس أنه ما مرتاح ولو لا يمكن من يأكلون لا يحسون مرتاحين ذولي جماعة لأنه أهم شي عندهم الأكل بس يشعرون الأكل يفقدون أو من يغيدون يحكون أو يسولفون يعني ما يتستمر يعني ما يتقي يستمر بالكلام فهذه أكو أعراض ما قبل الإصابة اللي هي يعني الإنسان يشعر بأمور غير طبيعية يعني أكو شغلات يحس بها أنه يغيد يأكل ما يعني يمضغ الطعام ما يكون بصورة صحيحة عينه يحس على الدم صداع يكون عنده وجع ممكن يصير عنده خلف إذنه ممكن يمين وممكن يسار يعني ما يعني ما مثلا إلا باليمن أو إلا باليسار ممكن يصير عنده عينه ما يغلق أو يعني عينه تقوم ترمش ممكن يصير عنده تدمع بالعين أكثر من المعتقد يعني يشع عينه على الدم عينه ما على التنساد يصير عنده حكة بالعين يعني وجع الغاس ممكن يزيد علينه يقوم يرول يعني يحس اللعاب يقوم يطلع من حافظ ثمه يمين أو يسار صعوبة مثل ما ذكرنا في مضغط طعام وبالأخص يبجزء من الفم سمع عنده هذه انخفاض القدرة على التذوق يعني وعي يأكل طعم الأكل يقوم ما يحس بينه انقباض في عضلات الوجه في قسم منه يعني قسم من عضلات الوجه يصيبه تقلص وانبساط لا إرادي ما يحس بينه ألم وتنمر خلف الإذن مثل ما ذكرناها يعني يصيب الوجه عنده خلف إذنه يحس أنه هو ما طبيعي لسينه ما يحس الطعام التذوق ما يكون ما طبيعي تبدأ هذه الأعراض بالتفاقم قبل الإصابة بيوم أو يومين يعني المريض ممكن الأعراض عنده يعني قبل بيوم أو يومين تبدأ هذه الأعراض بالتفاقم تبدأ تزيد عنده إلى أن تظهر الأعراض كاملة طبعا هاي الأعراض ممكن تتحسن وتختفي خلال أسابيع يعني أكو ناس ممكن يومين ثلاثة أسبوع يطيبون وأكو ناس لا ممكن تبقى أشهر عندهم وأكو أتطول وتبقى طبعا ممكن يشعر بتحسن تام بعد ثلاثة أشهر تقريبا في حين أن تطور الأعراض يحتاج إلى وقت أطول للعلاج يعني إذا زادت الأعراض لا هذا لازم يراجع ولازم يتعالج لأنه إحنا العلاج من البداية أفضل لأنه إحنا يتعالجنه من البداية المضاعفات راح نقللها من الأعراض اللي تكون اللي تكون عد المليط نتجة الإصابة بالتهاب العصب السابع طبعا تدلي أحد الوجهين هذا بعد يومين أو ثلاثة تزيد أحد الوجهين يقوم يدلة يعني يحس ثم ينزل لي جواه خدوده هذي يعني تقوم تنزل خصوصا دولي الإسمان تكة وتكة هاي تصعد وهاي تنزل لي جواه وإيجاز صعوبة في التعبير والتحكم بالعضاء يعني من يريد يضحك ما يتقي يضحك أو من يريد مثلا يبتسم أو يعني تعابير وجهه تكون ما يتقي يتحكم بيها مثلا القدرة على التبسم إغلاق العين التحديق يريد يركز بشيه ما غير حطيق عليها فقداني الإحساس بالجهة المصابة يعني تيجي يعني يقول أنا وجي عيكتشي الجلد مالتي ما عدا حسبينه سيلان اللعاب مثل ما ذكرناها يقوم اللعاب مالته يسيل بحيث من يأكل يقوم يرول يصير عنده جفاف بالعين لأنه هذا مع عينه مفتوحة ما يتقي غمضة يعني أشقد نرمش أحنا يعني فك عينه وسده أشعر نعمل إحنا عن نزيد الرطوبة يعني أشعر مثل عن ندهن العين مالتنا بالدمع فإذا ضل عينه مفتوحة أشغر يصير عنده ويصير بيها جفاف لأنه ما غير حطيق غمضة بها الحالة يصير عنده ألم بالفك أو خلف الأذن من الجهة المصابة حناكو يؤذينه أو خلف إذنه يصير بيها وجع يضوج من الأصوات العالية يعني ما يغيز الصياحات يتجنب الضوضال الصياحات الأصوات العالية يبتعد عنده خصوصاً من الجهة المصابة الجهة اللخ يطيق يعني يسمع بيها فإذا تخابرين عادي تخابرين بجهة اللخ تمسكين التليفون عادي بس بها الجهة لا تخابرين خف الضوجين يعني خصوصاً اللي يمسكوا التليفون كثير ممكن يصير عنده طنين بالإذن إذنه تقوم وتون ويحس أنه الأصوات أكو بيها أكو أعراض أخرى ناخذ فاصل قصير ونعود بإذن الله عدنا إليكم أعزائنا المشاهدين لتكملة فقرات حلقة هذا اليوم برنامج الطبيب والناس دائما نذكر أنه البرنامج هو الغاية منه توعوي إيصال المعلومة الصحيحة للمشاهدين ولأهلنا اللي يتابعون البرنامج لغرض القضاء على العادات والأساليب الخاطئة في علاج الأمراض ذكرنا الأعراض اللي تكون عند المريض نكمل بالأعراض قلنا ذكرنا آخر شيء قبل الفاصل أنه يكون عنده طنين بالإذن ممكن يصير عند المريض صداع صداع كلش قوي يعني غاسو قوم يوجعه إذنه تقوم يتوجعه يعني هو قسم منهم يجونه بأعراض غير أعراض التهاب العصب السابع ممكن يصير عنده فقدان في حاسة التذوق بحيث يغيد ياكل يعني ما يطعم بالأكل أو ممكن تغيير بالتذوق يعني توشع الأكل مالته من ياكل يعني 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 إما حاسة التذوق يتغوح أو التذوق مالته يكون يعني شو نقول يتغير عنده مثل ما ذكرنا ألم بالإذن وخاصة بالإذن أسفل الإذن المصابة ألم شديد حول منطقة الفك ذكرناها طبعا مع الصداع يصير عنده عدم تركيز بحيث ما يطيق يشتغل ما يطيق يعمل خصوصا إذا يمسك شغلات دقيقة مثلا يمسك موبايل أو عنده هو أمورات كتابية يعني ما غير حيطيق يركز بيها صعوبة في بعض تعابير وجهه مثل غلق العينين أو عند الضحك يوشع نفسه ما طبيعي زين هسا راح نجي على ذكرنا الأعراض اللي هي العين تكون مفتوحة تهدل بحفة الفم بالشفة العضلات ما الوجه يصيب بها تهدل أيضا اللي يشعر بينه التذوق مالته يعني هذه العلامات اللي نوشعر نحن علينا يجي عينه مفتوحة ثم ينهدل وثم ينعوج فمع هالأعراض يشكي يقول أنا مثلا تذوق مالتي ما مليح الصداع موجود عندي ما ما عدا أركز أحس العضلات مالتي تتحرك من حاله فهذه العلامات والأعراض اللي تكون عند المريض زين الأسباب اللي يعني أدت إلى هذا الالتهاب بالعصب السابع طبعا أكو أسباب كثيرة ولكن احنا حاولنا نختار الشغلة العامة اللي يتفيد المشاهد ما ندخل بتفاصيل دقيقة ما يستفاد منها المشاهد أهم سبب هو العدوى الفيروسية المحتملة التي تؤدي إلى الالتهاب يعني هو يصير عندنا التهاب بالعصب نفسه التهاب فيروسي بالعصب يعني هو العصب يجي يفوت من مكان من القناة فهذا ما يصير بينه التهاب من يصير التهاب يتورم من يتورم يعني هو دا أكو قناة داخل بها من يتورم أشغل حيصيغ أشغل حيصيغ ضغط على العصب فما يقوم ينقل الإعازة العصبي عن طريق الألياف العصبية ينقلوا للجهة المستفيدة اللي هي الفام والعين فأي شي يصير عند المريض يصير عنده هاي الأعراض زين فأهم سبب هو الالتهابات الفيروسية يصير التهاب الفيروسي بالعصب نفسه ممكن يعني الفزة اللي تصير عند الإنسان هذه ممكن تعمل عنده التهاب فيروسي فطبعا هاي شي يكون يصير عنده قبله يصير عند المريض أعراض ما الفلاوونزا حرارة يعني حرارة عالية ألم بالمفاصل نحول خمول أعراض ما الفلاوونزا فممكن يصير عند المريض نحول خمول أعراض ما الفلاوونزا اللي تعفوه يعني الكل يعرفوها ممكن يصير نتيجة التهاب بالهيربيس التناسلي اللي هو التهاب الفيروسي التناسلي ممكن اللي ذول يصير عنده مجودة رمائية عد الأطفال أو عد الكبار أكثر عادة عند الأطفال نحن ما نوشع عنه شعب الكبار أكثر ممكن هذول اللي يصير عندهم حزام ناري الجدر المائي قبل حلقتين ثلاثة حكينا علينا على أعراض مالته ممكن هذول يصير عندهم يعني التهاب العصب السابع لأنه فيروس موجود فيصيب العصب ممكن اللي يصير عندهم الجد الحزام الناري ونحن نطرق له حزام الناري هو هم يصير التهاب العصب ويصير في مكان إداد هذا العصب فدول اللي يصير عندهم التهاب العصب ممكن يصير عندهم نفس الشيء يعني يصير عندهم التهاب العصب السابع فيروسات المضخمة للخلايا ممكن فيروسات أمراض الجاز تنفس العلو يعني اللي يصير عندهم ممكن نشلف لاونزا التهاب قصبات هوائية الفيروسي ممكن هذا يصير عنده أيضا التهاب بالعصب السابع اللي يصير بالوجه الحصب الألمانية أحد أسباب التهاب العصب السابع ولهذا يصبح عنده نكاف يعني انخاف علينا لأنه يعني هذا الفيروس ممكن أنه ينتشر بالجسم الغدة النكافية هذه يصبح بها نكاف تلتهب تحت جي العصب ممكن يصبح عدوى عن طريقه فلاونزا من نوع بي أو ممكن يكون فيروسات هسته نوشعة عند الأطفال يصبح عندهم فيروس يصبح بالكف ماليد ويصبح بالقدم ويصبح بالفم تطلع طفح يطلع عندهم بالفم مثل التقرحات وحبوب تطلع باليد مثل النقاط صفر ويعني حمار حوله وتطلع أيضا بالقدمين ممكن هذول همسا عندهم انتهاب العصب السابع ممكن أكو كيز دهني بالحجرات الخلفية للمخ أو الإصابة بأحد الأمراض الحميدة الله يحرسكم منها يعني ممكن مريض عنده يعني مو هم التهاب ممكن يصبح عنده ورن بالدمغ لا سامح الله أو كيز دهني موجود بالحجرات اللي موجودة بالمخ فهذه أشي تعمل تضغط على العصب تعمل هذا الشيء تخلي قلة وصول الإعاز العصبي للعضلات مع الوجه أو ممكن الإصابة بأحد الأمراض حدوث التهاب لأعصاب الخاصة مثل ما ذكرنا النكاب في الحصب الألمانية ممكن السكتة الدماغية يعني ميضة اللي يصبح عنده جلطة دماغية تتسبب في حدوث التهاب العصب وشلل الوجه هممكن يصبح عنده طبعا هذه أشي تؤدي تؤدي إلى تلف بالأعصاب زين ممكن الإصابة ببعض الأمراض بعض الأمراض يعني أكون ناس عندهم بعض الأمراض ممكن يصبح عندهم التهاب بالعصب السابع مثلا اللي يصبح عنده دائما صداع نصفي شقيقة هذولي ممكن أنه يصير عندهم يعني التهاب بالعصب السابع فهذولي الناس نحن نفضل أنه نقل من العوامل المسببة للصداع النصفي تبتعدون عنه حتى لا لا سأمح الله صعدكم أبو اللوي أو التهاب العصب السابع جماعة السكري اللي عندهم مرض سكري ممكن يصير عندهم يعني يكون هذولي معرضين للإصابة أكثر من غيرهم جماعة اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم المزمن هم يكون عندهم احتمالي صعدهم عندهم هذه الإصابة بالالتهاب العصب السابع ولهذا نحن دائما نقول يا أخوان ديروا بالك معنا فسكب خلي السكري ما يدكم يكون طبيعي خلي الضغط ما يدكم يكون طبيعي أراجع أتشيك أخذ الجهاز ضغط بالبيت أخذ الجهاز ما السكر بالبيت كل أسبوعين ثلاثة أفحص السكر ما التي كل شهر أروح على المختبر أخذ الجهاز أقول له أسحب لي دم ونفس الدم اللي عايي أسحبه أتشيك بالجهاز وأتشيك بالطريقة الطويلة احتمال الجهاز عيقرة غلط احتمال عيقرة زيادة احتمال عيقرة يعني نقصان فأنا من أفحص وأتشيك بهالحالة أشغل حكون راح أعرف الجهاز ما التي عايشتغل صح أو خطأ وراح أعرف نسبة السكر عندي طبيعية مرتفعة منخفضة حتى عافل علاجة شون أخذ فلا تهملون نفسكم خصوصا الرجال هي شحلة النسوان بس تقول أخراسا على الطبيب طبعا هي ما أعلموا شي لأن الغجال إذا المغة توجعت تتقعد بالبيت من يطعموا من يعزل البيت يا كلها بغاسة فهو يعني ما محبة تنبيه ولكن أعلموا هو وديرته فالغجيل الله يحفظكم وراجعوا وديروا باركم على صحتكم لا بعدين تلاص عليكم ممكن مرض لايم ممكن أكون متلازمة قليام بري هذول يصيوا عندهم التهاب يعني بالأعصاب ممكن يعني مرض الساركويد أو الوهن العضلي الوبيل ممكن التصلب اللويحي هذول يكلم ممكن يصير عندهم يعني أكو احتمال يصير عندهم التهاب بالعصب السابع فياخذون حذرهم يعني بالعلاج يكون أفضل ناخذ فاصل قصير ونعود بإذن الله عدنا إليكم مع إعزائينا المشاهدين لتكملت حلقتنا لهذا اليوم اللي هي التهاب العصب السابع أو اللوي أكو عوامل خطورة ممكن الإنسان إذا يتعرض له تزيد من نسبة الإصابة بالالتهاب العصب السابع اللي هي التسمم ببعض المواد أو الحمل خاصة بالشهر الثالث يعني بالثلث الأخير يعني بالثلث الأخير هل عفو من الحمل آخر ثلاثة شهر ممكن هذول يصيوا عندهم التهاب العصب السابع زين نيجي بالنسبة للتشخيص مع التهاب العصب السابع طبعا التشخيص بالدرجة الأولى يعتمد على أعراض المريض والتاريخ المرضي للمريض ولكن إحنا ما أي واحد يجي ويجي 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 نهدل ويقول له أنت عندك التهاب العصب السابع وهذا و لهذا ممكن يكون عنده جلطة دماغية فلا أي واحد والله بالبيت ثم انعوج أو عينه هدت والله أنا عندي التهاب العصب السابع لا عيني ممكن التهاب العصب السابع ولكن ممكن عندك جلطة دماغية هم تعمل هذا الشي فالمفروض بك تراجع أقرب مؤسسة صحية حتى لا سمح الله إذا جلطة تحتاج أدوية عليها يعني الأدوية مع التهاب العصب السابع تختلف عن الأدوية التي نحتاجها للجلطة الدماغية فالأفضل أنه يراجع ولكن الاستبعاد الإصابة بأمراض أخرى قد تحدث عراض مشابهة مثل الجلطة الدماغية أو مرض ساركويد أو مرض لايم هذول كلمة يعملون لنفس الأعراض فإن الطبيب يلجأ لإجراء بعض الفحوصات التشخيصية منها يعني إحنا ما أكو مرضى مجرد أنه من يحكي معاهم يعني في حصم الطبيب يشيكم التاريخ المرضي للمريض رأسا يعف أنه هذا عنده التهاب العصب السابع أما أكو حالات لا تحتاج إلى فحوصات حتى نتأكد منها مثلا نعمل فحص دم شامل نعمل تخطيط كهربائية العضلة اللي يساعد على تحديد شدة الإصابة بتلف العصب يعني أكو تخطيط للعصب ممكن يصير صور شعاعية يعني ناخذ أشعال الدماغ ناخذ مفراص ناخذ رنين لا سمح لا لا يكون أكو ورام لا يكون أكو مرض خبيث لا يكون أكو كيس مثل ما ذكرنا دهني لا يكون أكو نزف بالدماغ إصابة بالدماغ فأكو فحوصات إحنا نعملها ممكن أنه تساعدنا بالتشخيص بس أكو حالات تبين يعني المريض من الأعراض مالته عنده نشلة عنده فلاونزا عنده حمى كان هدل ثم يعني الأعراض اللي ذكرناها قبل زين نجي بالنسبة للعلاجات الدوائية العلاجات عندنا دوائي وعندنا غير دوائي العلاجات الدوائية هذه الطريبة هو اللي يقرره يعني إحنا أكو أدوية ننطيها ننطي استيرويدات ننطي أدوية ضد الفيروس ننطي قطرات للعين ننطي دهن للعين ننطي ممكن أدوية مسكنة فهذه الأدوية اللي حددها هو الطبيب يعني إحنا ما نوح والله على الصيدلية والله عندي أبو اللوي ومنطيني أو ثمي نعواج ومنطيني دواء ما يكون شكل شي هذا ما صحيح هذه صحتكم يعني أنتم لا تضرون نفسكم بأيديكم الدواء هو مادة كيميائية ممكن يفيد وممكن يضر إذا ما أستعمل في مكانه الصحيح يعني ما كثير من الناس يجون والله دكتور روحتوا على الصيدلية خدتوا دواء وما صوتوا مليح يا أبو أنت من يقول أنت تحتاج لهذا الدواء منه ما يقول تحتاج غير شكل زين الجرعة اللي أنت عتأخذها منه ما يقول ها يتفيدك بلك الجرعة عتأخذها كثيرة بلك الجرعة عتأخذها قليلة فالله يحفظك من استخدام الدواء بدون استشارة طبيب هذا ما صحيح زين مثل ما ذكرنا ممكن ننطي استيرويدات ممكن ننطي مرطبات للعين ممكن ننطي مضادات للفيروسات طبعا هذه بجرعة الطبيب هو اللي هو اللي قرر زين عندنا علاجات المنزلية يعني إحنا إذا بالبيت أكو شغلات أنتم تعملوها بالبيت ما يحتاج أنه نروح على طبيب طبعا هو العلاج المفيد المرضى نعملهم علاج طبيعي تحفيز للعضلة تحفيز للعصب موجود جماعة العلاج الطبيعي يعفون بالبروتوكول مالتها أشي يعملون للمريض بيها مثلا هذه العلاج التأهيلي نسمينه ممكن نمارس الرياضة يعني المريض أشي يعمل دائما ثم يحاول مثلا هذا الخد هدل يحاول يرجعه بالعكس يعني إيده يعملها الشكل يمشيها بالعكس حتى دائما هذه العضلة تكون تتحرك التماريخ خاصة بالوجه تساعد على تقلص واستخاء العضلة على تقويته يعني هذه أشي قد نحرك احنا من نتركها راح تظل مهدلة وتظل ولكن احنا أشي قد نحرك ممكن أنه نحفز العصب على على نقل يعني الإعاز العصبي أنه نخلي نخلي العضلة نحرك أشي قد نحرك حتى لا العضلة تصير أشي قل تصير بيها وهن وتروح هذا وتموت المهم أنه نحرص على تنظيف الأسنان بالفرشات والخيط بالصمار لأن عدم الإحساس بمنطقة الفك والفم والفك المصاب يزيد من خطرة تراكم الأطعمة والتسوس وأمراض يعني فرش الإسنان ضروري جدا يعني هذا ما عايحس بالأكل الموجود ما عايحس بالطعم فتتراكم الأطعمة هالمرة تسوس أسنان وصير عنده التهاب باللثة تناول الأطعمة اللي سهلت المضغ ما ناكل أطعمة يعني قوية يعني اللحم كله لحم بس خلي يكون مثروم التكة لا تكون قوية خلي تكون شوية يعني نعسي وحتى هم تكون يعني سهلة المضغ والبلع يتقي بلع بسبب صعوبة في ذلك أنه هذا ما يأكل ما يحس بطعم الأكل فاحتمال اللقمة ما تنضغ بصورة صحيحة يعني ما تنبلع بصورة صحيحة فيعني ما يطلحون تاكلون رحموا نفسكم شوية يعني هلا هلا اللقمة شوية صغروها صغروا اللقمة وزيدوا عدد المرات يعني أنت مثلا ديت تاكل لك مثلا صحنين باتشا كلك صحنين باتشا ولكن قسمها شوية شوية يعني لا كله فقد مرة شوية طول من ما تاكل واللقمة شوية صغيرة ما تمسك لك المعلقة عبالك كفكير وميسك لك وعيد تخلي بتمك فعالك يفكره بصحة كمت زين مثل ما قلنا نتناول الأطعمة الطرية نتناول أدوية مسكنة ممكن نطيب براسيتول أو مسكنات الموجودة المضاعفات اللي ممكن تصير عد المريض نتيجة التهاب العصب السابع بعض الحالات يكون التهاب شديد يعني ممكن أنه ثم يضلع وجه هذا أو عينه ما تقفل فأش يصير عنده ضلع عينه وتدمع يصير تقرحات بالعين يصير التهاب بالعين إعادة نمو خاطئ للألياف العصبية ما يؤدي إلى ظهور تقلصات لا إرادية ممكن المريض يصير عنده يعني الفك مالته تقلصات لا إرادية ترجف الفك مالته في بعض عضلات الوجه فقدان التذوق المزمن يفقد التذوق نهائيا يعني ممكن ما يرجع له ممكن يؤدي إلى أن الدمع مالته يسيل كثير فهذا أشياء يصير عنده تحسس بالعين تلتهى بعينه جفاف بالعين والدمع يزيد ممكن أثناء المضوه هو وعياكل تشع عينه الدمع فدائما قطرات مال مرتبات مع العين قطرات مال التهابات إذا صار عنده التهابات ولكن نرجع العلاج الأدوية الطبيب هو اللي يعملها العلاجات اللي أنت بالبيت اللي هي التمرين مع العلك تعلك تسد ثمك ويسد الفم وينفق قوي العلك مهم عندنا يحاول هو يعمل تمارين يفتح ثم ويسده حتى العضلة يحاول يحفزها العين يسده ويفتحها ممكن أنه إذا ما يعني أثناء النوم الظل مفتوحة ممكن أنه نشده إحنا خليله بلاستر يعني كلي نساي أو قطناي أو شاشة يخلي على عينه بلاستر يسده حتى يطبقى أثناء النوم وهذا ظل اللي لكله هي مفتوحة راح يصير جفاف بيها هالمرة يصير تقرح بالقرنية والتهاب بالعين ومضاعفات أخرى فأثناء النوم ممكن نحن نحاول نسده للعين حتى ننام بصورة صحيحة نرجع ونقول الأدوية ما نستخدمها بدون استشارة طبيب وما نتأخر بالمراجعة لأن تأخير بالمراجعة راح يولد عندنا مضاعفات يعني ممكن أنه ما يطيب من العلاجات الخاطئة اللي كثير من الناس يستعملوها ما كثير نقول قسم من الناس يستخدموها يروح على شخص يعني حاشاكم يعني أنا كنو سمعتوها هذه يقول يضوبوا بن عال يضوبوا مع فيش والله هذا يعني أكوحد يضوبوا شويحد بن عال ليش وإيش عنده تضوبوا بن عال يعني خافوا الله اتقوا الله والله هذا اسلوب خطأ ممكن يعني يعمل له نزف ممكن أذية بعد أكثر هذا هو عصب جاي من الدماغ زين أنت ضغبته على وجه زين العصب هذا يعني خو ما دي خاف من عندك دي يرجع قراءة القرآن بالعكس يعني احنا نشجع عليها الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب ممكن أي شخص هو يرقي نفسه يخلي ايده على المكان المصابة يقرأ قرآن الكتب السماوية الأخرى يخلي ايده على وجهه يخلي ايده على المنطقة المصابة هو يرقي نفسه أنا ما أروح على شخص ما عفى اشنه تاريخ وما عفى اشنه ماضي مجرد أنه فلانكنصامليح هو التهاب فيروسي هو وقت وغاح يطيب يعني هو إن عزم وإن ما عزم وإن أخذ دواء الأدوية غاح تسرع أو ممكن تقلل المضاعفات أما هو إذا دي طيب ما يعني ما الضغب على الوجه هو هذا اللي غاح يطيبه اللي طيبه هو أنه الفيروس اشقد احنا نعالجه من البداية وتأثيره يكون قليل المضاعفات تكون قليلة أكو كثير من الناس عندهم أبو اللوي وطابوا وأكو ناس ظلت عندهم فتعتمد على شدة الإصابة والعلاج بسرعة وتعتمد على مناعة الجسم وتعتمد على استجابة الجسم أما أوح على شخص يطلب على الوجه ويعني عادات وتقاليد يعني ما عفوش نحكي عليها فالله يحفظكم دير إباركم على صحتكم ويحفظوا نفسكم إن شاء الله نكون ما أطلنا عليكم وما أزعجناكم نرجع ونذكر نحن موسم شتاء ومثل ما تعرفون الإصابات بالتهابات الفيروسية والتهابات الجهاز التنفسي كثيرة عدنا فالأفضل أنه نحن نحمي نفسنا بإيش أنه الوقاية خير من العلاج فيروس كورونا يعني كالتهابات فيروسية كثيرة حتى نقلل مشدة الإصابة لسرعنا نلقح هسا اللقاح نزلنا إلى حد عمر 12 سنة نلقح له وما أعلم شي وأسا الجرعة الثالثة هم الوزارة يعني بدت أنه المنافذ التلقيحية تنطي الجرعة الثالثة اللي عنده نلقح جرعتين اللقاح آمن ما بينه تأثير جانبي ما عليك من الناس الجهلة اللي يقل لك مثل كل مرة نعيدها دي خلي عندي مغناطيس ودي خلي لحديد يعني هذا قمة الجهل واللي يصدق مهم يعني خلي شوية يعيد حساباته أيضا ما بينه ما يأثر لا على العقوم ولا يأثر على شي هو مجرد نحن عن زيد المناعة اللي عندنا كبار في السن يلقحون الكل يتلقح ما كوحد ما يلقح فقط اللي عنده حساسية من اللقاح يعني يتلقح وصار عنده تحسس أما اللي عنده ضغط سكري أمراض مزمنة كبار في السن هذو اللي بالعقس ضروري يلقحون لأنه في حالة إصابتهم إصابتهم رح تكون شديدة الأطفال اللي بالمتوسطة هسنا بدنا نلقحهم بموافقة أهاليهم أمان أنا ولادي لقحتولهم بالمتوسطة وبالإعدادية وولاد أخوتي وأصدقائي كلهم لقحوا أمين وما بينوشي وحماية الكم إن شاء الله كل ما أطلنا عليكم شكرا لقناة المنصلية الفضائية شكرا لحسن إصلاعيكم لا تنسونا من صالح دعائكم لنا ولوالدينا ولجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى